أهلا بكم في بلا قيود ضيف هذه الحلقة وزير داخلية بلاده التي حكمت بالقبضة الأمنية لعقود طويلة لكنها كانت بداية ثورات زلزلت دولا عربية على امتداد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أسأل السيد الهادي المجدوب وزير الداخلية التونسي عن التحديات التي تواجهها وزارته في ظل تنامي خطر الإرهاب وذئابه المنفردة كيف ستعيد تونس الثقة في سياحتها التي ضربت في مقتل بعملية سوسة ما هي إجراءات وزارته لتجنب بنقردان أخرى التي كانت بأيد تونسية وأسلحة ليبية حسب وزارة الداخلية بعد اكتشاف عتاد معتبر في ذات المنطقة مؤخرا إذا كانت وزارته منعت العديد من الشباب التونسي من الالتحاق بمنظمات جهادية في مناطق التوتر كسوريا والعراق كيف تعاملت مع العائدين من تلك المناطق هل يكفي الحجز المنزلي أو الإقامة الجبرية لدرء خطرهم هل سيبقى الحل أمنيا ما هي أفاق التعاون الأمني إقليميا ودوليا وهل يشمل ذلك تبادل المعتقلين والتحقيقات من جانب واحد وزير الداخلية التونسية السيد الهادي المجدوب أهلاً وسهلاً بك في بلاقيود على الشاشة بي بي سي منتقد أنت بسبب خبرتك في المجال الإداري ونقص الخبرة في المجال الأمني هل تعتقد أن الاختيار جاء ربما لإنهاء صراع الأجنيحة في الوزارة؟ لا أظن ذلك بصراحة بالنسبة لنقص الخبرة في المجال الأمني يمكن أن تونس كان دائماً وزير داخلية بالذات لم يكن اختصاصي في المجال الأمني فلو تصح هذه العبارة بالنسبة لي فهي صحيحة ربما بالنسبة لجميع وزارات داخلية ما قبل الثورة والآن أنا لن أستثمر الكثير من الوقت في هذه النقطة باستعقيب صغير يقال أن الاختيار جاء كما ذكرت لإنهاء صراع الأجنيحة بين الوزير السابق والمدير العام للأمن الوطني وأن هناك تنسيق بينك وبين المدير العام أو تقسيم للمهام الحاجة علي في الواقع لا ليس هناك تقسيم المهام يعني صلاحيات وزير الداخلية هو الذي له ليد العليا في وزارة الداخلية بطبيعة الحال هناك تنسيق مع سيد المدير العام الأمن الوطني وكافة الإطارات أو سيد المدير العام أمن الحارس الوطني لكن لا يظن أن الأمور بهذا الشكل نعم تعديل الوزاري الأخير أو الحكومة الأخيرة قيل أن النهضة طلبت الإبقاء على وزراء السيادة وحضرتك كنت من بينهم بينما نداء تونس على وجه الخصوص كانت ترغب في تغيير الوزيرين الداخلية والدفاع ما معلوماتكم عن ذلك؟ كيف تصرفتم مع هذا الأمر؟ في الواقع ليست لدي أي معلومات دقيقة حول هذا كل ما في الأمر أن السيد رئيس الحكومة لما كان بسداد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية كان في حديث بيني وبينه على أساس أنه يرغب في أن يكون هناك استمرارية في وزارة الداخلية وأنا لبيت الدعوة وهذا واجب بالنسبة لي فقط كل ما يتعلق بالأحزاب في الحقيقة وأنا مستقل في هذا المجال ليست لدي معلومات دقيقة حول الموضوع في الحقيقة لا أرغب حتى في سماع أي معلومات حولها بما أننا نتحدث عن مراكز القوة في تونس مركز قوة مهم وربما حضرتك لديك مهمة محددة في هذا الإطار هو الاتحاد العام التونسي للشغل يقال أن هناك ازدواجية في المعايير في التعامل مع التظاهرات التي يدعو إليها الاتحاد على الرغم أنه منصوص على حق التظاهر في الدستور بينما العناصر الأمنية التي خرجت في المظاهرات تم التصريح لها بحق التظاهر وتم الوعد من قبل حضرتك أو من قبل الوزارة في عهدك بزيادة في الأجور في مختلف الأسلاك الأمني لا هو الحقيقة الموضوع أكثر من هذا بكثير لأنه مسألة المفاوضات مع النقابات الأمنية ومسألة تحسين الوضع الاجتماعي والمادي لأعوان الأمن هذا موضوع كان مطروحا من سنة 2015 يعني لما وصلتنا إلى وزارة الداخلية كان الموضوع في مرحلته النهائية فتبعا الحال لم يكن الموضوع في ارتباط بشخصي كوزير الداخلية أنا ذلك ونما الموضوع كان متواصل منذ أشهر فمسألة الإضراب أو احتجاج أعوان الأمن في ذلك الوقت كان في تلك الفترة أو في تلك المرحلة الأخيرة من الموضوع إلى ما وصلتم في دوركم إلى جانب القضاء طبعا في ضبط قتلة شكري بالعيد والبراهمي والمحرضين على هذه الجرائل الحقيقة أني أخير أن أترك الأمر للقضاء في هذا المجال لأنه تعرفون أن الموضوع يعود إلى سنة أنتم من جهة تنفيذية والمباحث تحت إمراتكم مفترض أنه يبدأ العمل من لدنكم بعدين أنتم تقدمون المنفذين والمحرضين للعباد لكن كل هذا تم منذ سنة 2013 تم القبض على القاتل ولم يتم القبض عليه تمت مهاجمته وقتله في عملية أخرى وهي أيضا مثار حديث طويل بس أنا لن أذهب لي لأنه لدي الكثير من النقاط ولكن الفكرة هي منذ بدأة الجريمة السياسية هذه كان معروف ويجي الحديث عن أنه هناك خلفها محرضين أسباب ربما سياسية أو أسباب أخرى وأنا لذلك أسألكم إلى ما وصلتم في هذه القضية في الحقيقة العملية تغتيال شكري بالعيد هو اغتيال سياسي وهذا الموضوع ليس السر في تونس لكن بالنسبة لوزارة الداخلية ليس لديها في التحقيقات التي تمت أنا ذاك وكررني أن الموضوع تم منذ سنوات منذ سنة 2013 وزارة الداخلية لم تتحصل على أي معلومات بتورط أي شخصية سياسية في اغتيال شكري بالعيد كيف لكم أن تعرفوا أنه هو اغتيال سياسي إذا كان الشخص الذي نفذ القتل قتل باعتبار أن الشخصية التي تم استهدافها كانت شخصية لها مواقف سياسية في تونس وهذا يعني أنه ليس هناك شبهة جنائية في قتل الرجل ما هو الفرق ما هناك القتل في غرض السرقة وهناك حوادث وهناك اغتيال سياسي واضح وهذا لا يتناقش في تنين أنه نعم واضح أنه اغتيال شكري بالعيد كانت أهدفه سياسية بطبيعة الحال هذا ليس سرا يعني لها طيب حضرتك أكد خلال جلسة عامة لمجلس النواب على ما تذكر كانت في يونيو من هذا العام أنه سلاح بريتا الذي استخدم في عملية اغتيال شكري بالعيد سلاح غير مستخدم في تونس ليس متداول لدى الوحدات الأمنية بمختلف أصنافها وهذا يعني أنه لو ذهبنا إلى فرضية أنه الجريمة والاغتيال السياسي من الذي من مصلحته أن يغتال شكري بالعيد من خارج تونس أقول لك بكل بساطة لا أدري سيدتي ربما يكون هناك أطراف من خارج تونس لكن أقول أن وزارة الدخلية في التحقيقات التي تولت القيام بها في ذلك الوقت لأنه في الواقع أنا لست مطالعا على التدقيق على هذا الملف لأنه سبقني بسنوات لكن ليست لديها أي معطيات مفتوحة لكنها لدى القضاءة ليست لدى وزارة الداخلية الآن بالنسبة لوزارة الداخلية أتمت تحقيقاتها وحالة الأمر إلى القضاء وأغلقت في أرويقة وزارة الداخلية لا في وزارة الداخلية كل ما يطلب من وزارة الداخلية معلومات إضافية أو تحقيقات إضافية بطبع الحال بإذن من القضاء هي مستعدة للقيام بذلك لو كانت الجريمة السياسية أو الاغتيال السياسي بسبب المواقف التي اتخذها شكري بالعيد والبراهمي بعدين هناك خطاب كراهية كان يحرد على استهداف شكري بالعيد وغيره في الواقع ما هي خططكم أو ماذا فعلتم لضحر خطاب الكراهية الذي قد يوصل إلى جريمة الاغتيال السياسي في تونس مع اللي بزيزيز؟ هو حتى تكون الأمور واضحة ليس من دور وزارة الداخلية أن يكون لها ليس لوزارة الداخلية دور كبير في هذا لكن هذه مقاربة شاملة في مجال مكافحة الإرهاب ما تعلق بالخطاب الذي يدور لدى سياسيين أو غير سياسيين فهذا في الحقيقة لا يندرج تماما في صلاحية وزارة الداخلية على الرغم من ذلك لديكم موقف واضح من خطاب أنصار الشريعة ولو أنكم أحلتم الأمر إلى القضاء أو السلطة العادية كان لكم تصحات واضحة في ذلك بس هناك موقف من كثير من التونسيين إزاء هذا الخطاب وبالتالي قد يطلب منكم كجهة تنفيذية أن تتخذوا إجراءات ضد هذا النوع من التحريد لأنه تحريد بالقتل يعني المسألة واضحة جنائيا هي جريمة هنا يظن الموضوع تغير لما نتحدث عن تحريد بالقتل هذا يصبح جريمة ووزارة الداخلية بطبيعة الحال مدعوة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا المجال سنعود إلى الخطاب ونوعه بعد دقائق بس إذا ذهبنا إلى تطور الأحداث المؤسفة ربما التي أفضت إلى هذا الحوار أهولا وثانيا إلى النظرة التي ضربت سياحة كما ذكرنا في مقتل في تونس أحداث متحف بردو في البداية طبعا أنا أعرف أن حيتك ستختلف معي في كلمة ضربتها في مقتل هذه ولكن أنا تحدثت إلى سيد وزير الدفاع في هذا البرنامج هو أكد وجاهة مشروعه الحدودية المنظومة الأمنية على الحدود بين تونس وبين ليبيا ما دوركم ورأيكم في هذا المشروع؟ هو فعال؟ عن أي مشروع بالضبط تتحدثون؟ المنظومة الأمنية بين تونس وبين ليبيا المنظومة الأمنية بين تونس وليبيا نشروع وزير الدفاع الجديد الذي سيتضمن الساتر الترابي والإجراءات الأمنية ومراقبة الحدود حضرتك لك دور ووزارتك في هذا أعطل أكيد وهو كذلك وتدركون جيدا أن منطقة بن جردين أساسا وهي منطقة الموجودة على الحدود التونسية الليبيا يعني الجنوب الشرقي التونسي أولا تم أحداث منطقة عازلة بهذه المنطقة وهذا تم تقريبا منذ سنة 2012 في المنطقة عازلة يعني تحت أمر الجيش الوطني التونسي في مرحلة أولى تم أحداث سيطر ترابي أي عائق يمنع أو على الأقل يعطل التسلل إلى التراب التونسي ثم في مرحلة ثانية هناك مشروع مراقبة الحدود يعني مراقبة إلكترونية للحدود التونسية الليبيا ووزارة الداخلية هي موجودة في الحزام الثاني في هذه المنظومة وهي الآن في الحقيقة بسدد التبلور وليست يعني منظومة في شكلها على كل حال الآن سننطلق في موضوع المراقبة الإلكترونية للحدود لكنها إلى حد الآن لم تنطلق بعد كل ما أريد أن أقوله في هذا المجال أن الموضوع يتعلق بأكثر ما يمكن من الاحتياطات لكنه بطبيعة الحال هناك عديد من الصعوبات أولا لابد أن ندرك أن الحدود لما تقع مراقبتها لازم أن يقع مراقبتها من الجانبين الآن تدركون جيدا سيدا متعدد في ليبيا طبعا أنه في ليبيا هناك العديد من الصعوبات هذا مهم ومهم جدا ثم كذلك لابد أن تكون لتونس أكثر ما يمكن من الإمكانيات الوصلة لأن الحدود بين تونس وليبيا تتجاوز 500 كيلومتر فبتبع الحال ليس من السهل أن تكون المنظومة فعالة بالشكل دور حضرتك في الداخل أو دور وزارتك وزارة الداخلية على الخط الثاني بعد وزارة الدفاع في هذه القضية تستلزم إما جهوزية عالية وإمكانيات كبيرة وتونس ربما ودول أخرى في المنطقة ليس لديها الإمكانيات للقضاء على هذه الفكرة من أساسها يعني مراقبة الحدود بالشكل الذي يمنع تسلل أي أفكار متشددة أو إرهاب راديكالي ولكن الفكرة هي إذا لم يكن هناك تعاون استخباراتي بين مزدوجين أو أمني بين تونس وبين ليبيا بسبب الوضع في ليبيا هل لديكم تعاون مع دول أخرى؟ ربما تريد فرض هذا التطويق على ليبيا دول أوروبية؟ التعاون مع كافة الدول الصديقة موجود وموجود حتى من قبل الثورة في تونس في تونس أو في غيرها من البلدان بتابعة الحال هناك تعاون استخباراتي مع كافة الدول الصديقة لتونس هناك تعاون ونريد أن يكون لأنه تدركون جيدا أنه موضوع مكافحة الإرهاب لا يمكن لأي بلد مهما كانت قوته مهما كانت قوته مهما كانت فعيلية الأجهزة الأمنية والعسكرية التي في حوزته لا يمكن له لوحده أن يكافح الإرهاب لأن الإرهاب جريمة عبر القرات وبطبيعة الحال الجانب الاستخباراتي هنا يبقى مهم ومهم جدا لأن الأمر يتعلق بالحصول على معطيات أو استباق الأحداث بناء على معطيات موجودة في بلدان أخرى في بلدان أجمع وهنا بتابعة الحال التعاون أكيد حتى ولو لم يكن موجودا فنحن نسعى إلى أن يكون هناك تعاون استخباراتي ثلاثة أجنحة وثلاثة أنواع من المخاوف الثلاث أجنحة الضالعة في هذا الأمر في تونس أو في أيدا ولا ستكون وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العدل تأكيد ووزارة الدفاع كمان أربعة ولكن المخاوف التي تحيق بوزارة الداخلية تحديدا لها علاقة بالقبض على الأشخاص للاشتباه تحديد إقامتهم للاشتباه وقد حدث التعامل مع الوافدين من مناطق الصراع بعد أن يأتوا لإعادة التأهيل والقضية الكبرى قضية التعذيب خلينا نبدأ بفكرة التعذيب حضرتك أكد في أبريل من هذا العام خلال جلسة استماع للجنة الأمن والدفاع أن مسألة التعذيب في السجون من مشمولات وزارة العدل وبعدين في جلسة أخرى أنها مسألة حوادث فردية كما يقال أو ممارسات فردية هل هذا مبرر لأن يكون هناك تعذيب في تونس البلد التي قادت المنطقة للربيع العدل أنا قلت أنه في تونس عن التعذيب في السجون لا أريد أن أتحدث لأن الأمر لا يخص وزارة الداخلية تدري أن السجون في تونس هي مؤسسات تتبع وزارة العدل لكن لما نتحدث عن التعذيب بالنسبة لوزارة الداخلية ما يمكن أن أقوله هي مرحلة القبضة للشخص أو الاشتباه به لحد تسليمه إلى الضبطية العدلية والقضائية بدون أن أدقك كثيرا في المفاهيم لأنه في بعض الأحيان هي مهمة لأنه سيشملها الدستور أكيد لأنه في بعض الأحيان ربما يكون الأمر يتعلق بسوء معاملة لكن سأقول أن في حالة سوء المعاملة وفي حالة التعذيب في كنت الحالتين الموضوع لا يتعلق بسياسة ممنهجة في تونس يعني الدولة في تونس والدستور في تونس يمنع كل هذا وهناك مجهود ومجهود كبير جدا حتى بالتعاون مع المنظمات الدولية حكومية وغير حكومية حتى لا تكون هذه سياسة دولة في تونس ما تعريف التعذيب من وجهة نظر وزارة الداخلية في تونس وفقا للمعايير الدولي ما تعريف التعذيب يعني فارق بين التعذيب وسوء المعاملة الذي حضرتك تصفه بسوء المعاملة سوء المعاملة مثلا بطبيعة الحالة هو أقل شيئا من التعذيب يعني أنه يقع المس من كرامة الشخص في معاولته هذا أكيد لكن التعذيب هو انتزاع شيء بالقوة يعني انتزاع ترى التعريف الدولي للتعذيب وفق الاتفاقات التي وقعتها تونس يضع سوء المعاملة الذي حضرتك تصفه على هذه الشاكلة ضمن بنود التعذيب على كل حال أنا بدون أن أدخل في المفاهيم سواء كان الأمر بدون أن أدخل في المفاهيم لأنه الموضوع فني وفني جدا متبات الحال يمكن أن يكون لديك تعريف أدق مني في مسألة سوء المعاملة والتعذيب هذا الموضوع لا يتعلق بسياسة ممنهجة للدولة التونسية هناك في كل مرة يثبت أن هناك سوء معاملة أو تعذيب فهناك إجراءات قانونية يقع اتخاذها لماذا لا نسمع لماذا لا نعلم عن هذه الإجراءات وبحق من لماذا لا يقدم من يمارسون التعذيب بشكل فردي إلى العدلة بشكل علني بشكل علني في الحقيقة لسه من دور الوزارة أن تقدم الموضوع بشكل علني لكن لا شيء يمنع من القيم بذلك طيب أعود إلى خطاب الكراهية الذي بدأنا بالحديث عنه حزب التحرير وغيره بالمناسبة كي أكون منصفة صحفية من بينما يعني يرشح عن هذه الخطابات كما ذكرت تحريد صريح على القتل قطع الرؤوس والأيدي وما إلى ذلك وهذا خطاب عام هذا دور وزارة الداخلية أو دور وزارة العدل لما كان هناك بعض الحالات التي رأت فيها الوزارة أن هناك تحريد على القتل أو غيره فتم رفع الأمر إلى السلطة القضائية وهي تبقى دائما سحبت شيئا في مثل هذه الأمور مفترض أنه حتى اللحظة التي نتحدث فيها إذا كانت أرقامي دقيقة حضرتك ذكرت قبل شهرين على ما أحسن أنه تم إحالة 1400 شخص على العدالة من أجل انضمام إلى تنظيمات إرهابية كما وصفتها القيام بـ 1733 عملية مداهمة لمقرات السكن لعناصر إرهابية ومنع 1800 شخص من مغادرة البلاد للاشتباه في اعتزامهم السفر إلى بؤر التوتر وإيقاف 140 للاشتباه في انتمائهم لشبكات تسفير لهذه البؤر كل هذا الرقم من الأشخاص الذين يجري تحديد إقامتهم أو منعهم من السفر أو القي القبض عليهم للشبهة ألا يعد هذا رقم كبير بالنظر إلى أن حضرتك تقول أنه ليس هناك أرقام دقيقة عن أعداد التونسيين الذين يصدرون إلى بؤر التوتر ليس هناك أي دولة تملك أرقام دقيقة عن مواطنينها الأمم المتحدة كان لديها أرقام دقيقة العام فات لا أظن أن الأرقام للأمم المتحدة أرقام دقيقة بكل صراحة يقالة 8000 ربما يكون الرقم قريب نوعا ما من الواقع لكن لا أظن أن هذه الأرقام دقيقة بكل صراحة وزير الدفاع قال أنهم عدة مئات وزير الدفاع التونسي نعم في هذا البرنامج الحقيقة لا أذكر أنه سيد وزير الدفاع لكن أنا أقول أنهم في كل الحالات لا يتجاوزون 3000 شخص إعادة هيكلة الجهاز الأمنية الذي حضرتك أقدمت عليه بتغيير عدد من القيادات قيادات بعضها إدارية المتفقد العام مثلا إدارات تتبع المصالح المختصة للجهاز أمن الدولة وغيره بدون الذهاب إلى التفاصيل ترى على أنها قيادات تجميلية ليست في صلب الجهاز هل تعتقدين سيدتي أن تغيير قيادات الأمنية يندرجوا في إطار إعادة هيكلة الأمن لا أظن ذلك بطيطة في حقيقة بعد بنقردان وبعد العمليات التي مفتت هل تعتقد حريتك بذلك يلزم ليست هناك أي علاقة بين أحداث بنقردان وبين تغيير القيادات الأمنية أولا أحداث بنقردان تمت في مارس ثم تغيير وهو كان تغيير يتعلق أظن بثلاثة أو بأربع خطط في الأمن تمت مؤخرا يعني بعد قدوم الحكومة الجديدة وفي الواقع ليست هناك علاقة بين أحداث بنقردان وبين التغييرات التغييرات الأمنية تتم تقريبا بصفة مستمرة منذ سنة 2011 لكنها لا تدخل في إطار إعادة هيكلة الأمن يعني هذا يدخل في إطار تعديل الأداء بعد تقييم تقييم تقريبا يتم بصفة يومية لكن الموضوع لا يتعلق بإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية كل ما نقوم به في مجال إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية لا يتعلق بالتعيين أنا أرضت ذلك بابين قردان لأنه كانت هي المؤشر الذي حضرتك ووزير العدل انطلقت ما منه وزير الدفاع كذلك انطلقت جميعا منه للتأريخ للحرب الجدية لتونس على الإرهاب إذا لم أكن مخطئة على الرغم من أنك قلت أنه ذلك بدأ قبل عملية بنقردان بكثير الحرب على الإرهاب ولكن الفكرة هي أن المنفذون جميعهم كانوا توانس أليس كذلك تقريبا كانوا كلهم توانس تقريبا كانوا كلهم توانس على ما أظن في حالة وحيدة لكن فلنقول الآن هم في مئة في المئة كانوا توانسين ألا يعكس ذلك فشلا استخباراتيا أو في المباحث ليس هناك فشل استخباراتي ليس هناك فشل استخباراتي نعم خاصة بالنسبة لموضوع بنقردان سأقول لك لأنه أولا كان هناك معلومات استخباراتية وصلت إلى وزارة الداخلية وأنه صرحت بذلك حول اعتزام مجموعات ربما الهجوم على مدينة بنقردان هي معلومة استخباراتية لكنها كانت معلومة منطقية كان يمكن أن تكون لدينا احتياطات بهذا الموضوع لأنه كان منطقي جدا أنه يقع الدخول إلى تونس من جهة بنقردان باعتبارها وكانت منطقية من وجهة نطر حول ولكن القوات الأمنية لكن المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية كانت جاهزة في بنقردان لمنع للوقاية من هذه الهجمات كيف يقع الوقاية من هذه الهجمات لما وقعت الهجمة لما وقعت الهجمة في تونس على بنقردان كانت المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية جاهزة وكان هناك نجاح أمني وعسكري في صد مجموعة بنقردان لذلك فأنه لما نتحدث عن تغييرات في سلك الأمن الوطني بناء بربطها مع أحداث بنقردان فهذا غير صحيح يعني حضرتك اترك جانبا مسألة التعديلات بس خليني يعود مرة أخرى إلى المعطيات أمامي سأضع نفسي مكان حضرتك أو مكان القيادات الأمنية مع عدم الاختصاص طبعا مفترض أن هناك معلومات استخباراتية في أكثر من حديث صحة في حضرتك قلت المشكلة لم تكن في غياب المعلومات كان في أنه المعلومات الاستخباراتية عادة غير دقيقة وبعدين المعلومات كانت طلعا أنها دقيقة وبعدين المسألة كانت منطقية أصلا لستم بحاجة إلى معلومات استخباراتية لأن التفكير المنطقي سيقود إلى أن ربما سيجري تنفيذ هجمات على بن قردان وحضرتك تقول أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تصدت لهذه العناصر بس هي نفذت العملية نعم هي نفذت العملية لكن سيدتي لما نتحدث عن معلومة استخباراتية فالناس نتحدث عن نشرة أخبار يعني هناك معلومة عن اعتزام نعم لما نتحدث عن معلومة المعلومة الاستخباراتية هي في غالبية الأحيان معلومة غير دقيقة يعني لما يصل إلى مسامعنا أن هناك مجموعة تعتزم القيام بهجوم على مدينة بن قردان لو فرضنا أن المعلومة جاءت بهذه الطريقة ما هي الوسائل التي ستستعملها هذه المجموعة وكيف تستعد لذلك وما هي التوقيت المعتمد كل هذا بطبيعة الحال يفترض أن يقع التطقيق فيه لكن لما هذه المعلومات تكون غائبة فبطبيعة الحال لا نملك إلا أن نستعد في صورة وقوع أو في صورة صدق هذه الأخبار وبالفعل كانت الأجهزة الأمنية في تونس جاهزة يعني لما حاولت مشموعة أن تنفذ هجوم على بن قردان فوجدت دولة تونسية موجودة وتمكنت من صد هذا الهجوم بقيت لدي بضعة ثواني من يجيب على هذه الأسئلة مفترض لأخذ المعلومات الاستخباراتية بعين الاعتبار من يجيب على هذه الأسئلة كيف ستنفذ العملية بأي أسلحة من هي المجموعة نحن نحاول أن نجيب على هذه المعلومات لما تكون لدينا معلومة وهي غير دقيقة فنحاول أن ندقق فيها لكن في أغلبية الأحيان لا نتمكن من التدقيق فيها لأنها معلومة استخباراتية وهي بطبيعتها معلومة غير دقيقة معالي الوزير ووزير الداخلية التونسية سيد الهادي المجدوب شكرا جزيلا على وجودك في بلا قيود على شاشة بي بي سي العربية شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة